ساعات حاسمة تعيشها الحلبة السياسية في إسرائيل مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لتأليف حكومة منتصف ليل الأربعاء الخميس ما يعني حل الكنيسة تلقائيا والذهاب إلى انتخابات هي الثالثة في أقل من عام في الثاني من آذار مارس عام 2020 ما لم تحصل تطورات في اللحظة الأخيرة إذا لم يحصل أمر طارئ فإن إسرائيل ستذهب إلى التصويت للمرة الثالثة في أقل من عام اليوم يائير لابيد أعلن تخليه عن المدورة على رئاسة حزب أزرق أبيض إذا حصلت انتخابات أخرى ونتنياهو يضغط على ليبرمن في محاولة يائسة منه لإقامة حكومة ضيقة في الوقت المتبقي وفيما يصر رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو على الحصول على صلاحياته كاملة ويفاوض من أجلها حتى الرمق الأخير وصل حزب أزرق أبيض إلى خط النهاية قبل حل الكنيسة مزودا بلغم سياسي لن يكون من السهل على نتنياهو تفكيكه في ظل اجتداد حرب الاتهامات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض طوال الوقت رفض جانس والابيض كل الاقتراحات التي قدمناها والآن مع بقاء فترة قصيرة قبل نفاذ الوقت هما يضعان شروطا على أصل إقامة محادثات هذا واضح للأسف بأنهما لا يريدان تأليف حكومة وحدة وطنية موسعة نتنياهو إذا تخليت عن الحصانة فنحن شركاء في بداية الحديث لقد جررتنا إلى انتخابات مرتين بسبب الحصانة يحق للإسرائيليين أن يعرفوا قبل أن تجرهم إلى معركة انتخابات أخرى ضاهظة ما هي نياتك في الحقيقة؟ وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه ومع وجود اتصالات سرية هادئة تحت الطاولة ومع تعليق نتنياهو الأمالة ولو بنسبة ضائلة على رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفكدور ليبرمن الذي قد يخلط الأوراق ويوافق على حكومة يمين ضيقة يبقى موضوع تأليف الحكومة في الوقت المتبقي أمرا صعبا ما لم تحصل مفاجآت في ظل إظهار استطلاعات الرأي محافظة حزب أزرق أبيض على تفوقه مقابل الليكود إذا حصلت الانتخابات ترجمة نانسي قنقر